السلام عليكم. معكم هاني ساقر مرة اخرى. الفيديو ده هو الفيديو الثامن في سلسلة الالترنتيف راوة تيدي اس. الفيديو ده ان شاء الله انا هخصصه و هكون محدد فيه و هحاول انه فيه سلايدز كتير اثنين وثنين سلايد فحاول قدر الامكان لا يتجاوز ساعة او ساعة نص ان شاء الله فهيكون سريع. بس هو عمتا مخصص للي الحمدلله تقبل وجالوا انا اعرف منهم الاثنين عمر الليثي و هشام عبدالمطلب و بنقولهم مبارك يعني مبارك وتوكلوا على الله فواتسو ايفر اي اثنين اذا كانت اي 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 بروجرام يعني بعمل لهم الفيديو ده و انا سميه جرادي ستودينت لايف فنتكلم فيه عن حيات الجرادي ستودينت اللي هو اي حد تقبل من ساعتنا بيروح الباع طبعا بيخلص مقابلة السفارة الامريكية بياخد الفيزا و بيطلع على المطار و بيستل هناك في جناديد ستيتس فالمرة دي مختلف في العرض في نقطة او نقطتين النقطة الاولى انها هحط مستطيل اصفر في نهاية كل سلايد ده بقولي الـ Take Home Message او بإنفاصيذ المهم فبعد النس بيسأل هده دي الولايات المتحدة او دي خبرتك في الولايات المتحدة كما سنذكر إن شاء الله عزيزيلا وإحنا بننقش العرض يعني ولكن في هذي اللي ستايت أنا قيل في أربع أشخاص يعني أنا حطتهم كريفرنسيز أزويل استقت منهم الخبرة خبرة البي اتش دي أو خبرتهم الحياتية في البي اتش دي عشان ما يكونش الكلام مجرد هاني اللي مكث في شريبورت لويزيانا بيخلص البي اتش دي بتاعته لا ده مجرد في دكتور حسام كان في يوتي ساثويسترن حازم في منفس تينيسي يارا كانت معايا باسم آخر وحاتين في بيتسبرج يعني دي العرض دوا بيمتاز اصل ايضا وهذه النقطة الاخرى إنها ليست مجرد خبرتي أنا دي خبرة أربع أشخاص بالإضافة إليها يعني خبرة خمسة أشخاص حتى يكون الإفادة عامة وأشمل ولكن برة أخرى بأكرر وهذه مرة الثانية والإخيرة للتكرير إن الولايات المتحدة ربما تجد الاختلافات لن تكون كبيرة ولكن هنا طبعا there are differences for sure فإن شاء الله نترك عبرنا بطريق وحاول أكون كما ذكرت سريع فدي البريفيس سلايب شوز أو ووك اللي عملناها please listen to it يعني تيكهم ميسج من السلايب دي نتكلمت عن alternative route وجوبنا على بعض الأسئلة وإن كان ماذا الأكثر الأسئلة بيأتي بس يعني دولة اتنين أربعة خمسة سبعة سلايب دكتور محمد صلاح وبقى بيئة الإخوة على الإمتار عارفين وده أظن لينك كان دكتور محمد صلاح الله بارك في الجامع في كل البريفيس سورك اللي أنا عملته فأرجوكم please listen to them all بعض الناس بيسمع بس أول two parts ويجي اسأل أسئلة ما هي موجودة في بقية البارت سب please listen and go carefully through all of them and ثوروا لي ذا ما ذكرت عرض مخصص للناس اللي الحمد لله قالهم positions ذا كما ذكرت عارف منهم اثنين فقط فبعدنا بتاخد الفيزا بتاعتك من السفارة وبتحضر سنتك فأنا قلت في الهربورت يعني طبعا في الهربورت او أوروبا أو استرييا if you got a PhD there فبتعمل اي فأنا بس بحاول اد اد دي points make people aware of what they're gonna face or what they're gonna meet فتشكن سيستم في المطالات بيقى في self searching ربما بعض الناس وخاصة لأول مرة مثلي مثل حالتي يعني هي غادر القاهرة أو مصر إلى بلد أجنبية هلقيه سخيف شوية بتقلع كل حاجة مثل الحزام الجزمة الكوتشي واتسو ايفر نضارة الساعة سخيف شوية بس هذا يعني سيستم في كل شخص فيعني بس حضروا نفسكوا انه في خضي يكون في self searching سخيف واتحطوش اي آلة حادة ولا مؤسسة صغيرة في الكاريان باك ممكن تحطا في اللاجج بس تيك كيري يعني من الثنجس اللي تحطا في الكاريان باك ضابط الهوملاند سيكوريتي أول ما بتخلص self searching بتعدوا على بالضبط زي مطار القاهرة اللي هيستافر منكم على شبابيك وفيها ناس قاعدين انهما الهوملاند سيكوريتي فبيسالك انت جاي ليه وطبعا بيطلب منك ال i20 ده لازم تبقى معك محضرها مع جواز الصفر فبجاي ليه وكذا ويعني هذو are very nice مش هيسالك يعني كوس فينه طويل ده مجرد سؤالين ثلاثة وهيحييك ويقولك have a good stay في ال نقطة المهمة هنا انه هو هيبص في ال i20 وهيختملك على الباسبور بتاعك ختمة ازرق مدور بزرعة ده متقول ايه ختم دخول الولايات هو بيبقى ختمة لونه ازرق انا اسف لم اضع يعني صورة هنا ليه هيبقى ختمة بيضاوي لونه ازرق وبيكتب جواه مدة الاقامة كلمة فيزا معناها تأشير الدخول مش معناها الاقامة مجرد بس شيء بيجعلك تدخل الولايات لكن status بتاعتك هي دي الاقامة فتأكدوا ميك شور انه هيعمل الستامب هيكون فيه كلمتين دولا دي اس بالنسبة للا انا بكلم على ال F1 بيضا J1 انا لا اعرف بالنسبة للF1 هيبقى لازم يكتب لك duration of status او دي اس عشان ما تعملش مشاكل لانه راكتب لك مثلا ست شهور يعني انت الطري بقى مطلح الجامعة تكلم اللي هو المتصل مع السيفيس وتقول له ده تدوني بس ست شهور كان يكستندد فور مي فيعني واجع راس انت ممكن تكون في او حدرك ممكن تكون في غنى عنه بانك يعني مك شور يعني هو بيديك الستامب حتى لو عمله ست شهور اقول له يعني هي نجوشي ومتخدش اي حاجة وتمشي لا تأكد انها duration of status وحتى لو ما كانتش duration of status يرجع له مرة تانية اقول له انا ستودينت وعلى F1 فيزا وF1 خمس سنين لو سمحت اديها الى duration of status حتى لو تسبب لي اي مشاكل او 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 في الجامعة يعني ان الورق هيوح هيوح للهوملاند سيكورتي ويرجع تانية وانتش عرف لسه السيستام فfrom the beginning make sure it's duration of status فوالو دركشن بتلاوه ساينز غير بلدنا هتلاوه ساينز بتقولك فين الاجزت فين الاجزت فين الى فين الى الترانسبرتشن ففوالو دركشنة لن يحتاج لك الكثير من المساعدة كل حاجات تبقى بيبادة والبوردات اللي موجودة بيبع تلعف دركشن افضل شي ان يكون في حد منتظرك اما حد صديقك الناس اللي لهم اقارب او راحوا الولاد كذا مرة أو أي شخصة في الجامعة وده شيء هتكلم عنه في السلايد اللي بعدها إما كان شيء يبقى على أقل يخلي البروفيسور بتاعك يعرف اللي هو جدول التهران أو الرحلة ويعرف رقم الرحلة الأخيرة اللي هتوصل الولايات هتوصل إمتة حتى عشان يبقى منتظرك في المطار يعني توبيه ثلون الى مدل اف نوهر وده الحمد لله حصل لي كان فيه بروفيسور مستنيني لكن الأفضل طبعا يكون إما قريبك عمك خيالك أولاد عمك أو 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 كنتري فريند ما فيش يبقى الألم لكن لا تصدقل وده إن شاء الله لا، إن هو الأمر آخر حاجة وده مردو دي كلها يعني نصايح تحاول تهدر الوظيفين لكي انتم حدود يعني خلوين معاكم كوينز ممكن تحتاجوها طبعا دلوقتي في الواكي تاكي وراومنگ وفيري كتاو ديت فونز والآيباد والتابلت بس يعني اللي هو إنسان خلي معك كوينز احتمال تحتاجها تتصل انترناشنلي او ناشنلي الهالكورترز الارباع دولار اعرفش هتلا اوه في مصر او لا خلي معكو كوينز وان دولار بيلز احتمال تحتاجوها افضل من هذا افتحوا تشيك ان اكاونت او كريت كارت في سيتيبانك او باركليبانك البنكين دولار مشهورين او في مصر انك تفتح فيهم اكاونت is very easy but this is gonna help you a lot في امريكا لان انت اول ما بتنزل امريكا you don't have any financial credit history عشان تشتري تليفون عشان تأجر بيت عشان تقبل اي حاجة اقولك you don't have history with you don't trust you يعني don't take it personal هي مش حاجة شخصية فيك هي مجرد ان هو he doesn't know you فهيديك ازي التليفون هيديك اي نوع من المعاملات وانت you don't have good credit history فلكن لو فتحت الحاجات دي في مصر هيبقى معك city bank card for a checking account whatsoever فممكن تتعامل بيك امريكا city bank البنك كبير ومشهور وصعب قوي تفتح فيه من اول حتى السنة بتاخد وقت علماتك بتbuild your credit history لنفسك يعني فمن دلوقتي في مصر يبقى يروحوا البنك وافتحوا فيه account سواء city bank او barclay او take home messages او يعني او نسيتوا كل النقط دي خلي معاك حاجة up to date phone او tablet او whatsoever يكون عنده walkie talk يتكلم الاستاذ بتاعك يتكلم ناس في مصر اللي هو vibers ما شاء الله مشهور يعني او خلي الموبايل بتاعك لهو قديم رومنج يعني حول السيرفرز بتاعته للاي تستيتس وواتسويفر this is very important يعني very helpful يعني وخاصة للناس اللي بيروحوا اول مرة اا بعد ما بتنزل المطار وحد بيوصلك بيبقى عندك اول نقطة هتفكر فيها او تعتبرها الحاوزنج هاعد فين فدي اوبشنز المتاحة كلها اا فاما هتقعد عند حد صاحبك اللي قابلك في المطار او لو حد قابلك هتقول له ده انا عارف ولا نعرف اي ساكن في الحتة دي انا وده انا افضل انك تحضره من مصر او يعني من انك تزبط او تنسق مع حد هناك حد زميلك قاعد حتى لو بيشتغل في المجالتين لو هو بيشتغل في المستشفى ممكن تقول طب قعد عندك اسبوع او عشر تيام لغاية ما لاقي اا 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 او اذا انا هتكلم عنهم في نقطة ثلاثة او بعيد اما كانش ما لاقيت اي فرينز هاوس مفيش حد قدر تنزل عنده اسبوع او اسبوعين يكريمه خلص في في الاسلامك سنترز يعني this may help خاصة للولادي they don't care يعني ممكن ينام اسبوع في المسجد ما فيش مشاكل عنده يعني اما كان هيبقى inconvenient for you خلاص يبقى الابشن الثالث اللي انا برجحه عن حتى الابارتمنت مثل الهوزز اللي هو الهوتيل وليه افضل من الابارتمنت ابارتمنت مش هتبقى فرنشت most mostly مش هتبقى فرنشت لو فرنشت هتبقى غالية لكن مو over 80% من الابارتمنت هتبقى not فرنشت بس او خلاص بتأجرها لكن الابارتمنت مزيته نبقى انه فرنشت في كل الاساسة اللي انت عايزه وفي انترنت فلو عايز تتصل بالجامعة عايز تتصل بالناس تتشوفوا الاخبار ايه لان هذا مهم اوي في اول اسبوعين طبعا بيبقى غالي شوية يعني لو الابارتمنت قلنا انها ب600 ممكن تلاقي الابارتمنت ب900 بس يعني it's worth it لانها فرنشت وفيها انترنت الاختيار الرابع والاخير بس ده بعد ما بتبقى settled يعني ده مستحيل ولوات تخطئوا خطأ يعني اعتف خطأ ان انا ما كنتش محضر ذلك ان قلت في اول نقطة في موقع اسمه craigslist craigslist مرة اخرى اسمه craigslist ده ممكن تبتلي تدور فيه على apartments for rent وان الاخوة على امطار ما شاء الله عندهم خبرة في هذا يعني انا احيلكم الى الناس اللي عملوا هذا من قبل هو موقع بيتكلم عن rent اللي عايز تأجر apartment او house فممكن تكلم الناس من دلوقتي تبعتلهم i20 بتاعتك وانك student وكذا وكذا وجاي ويرتبه لك شاء ممكن اه ممكن وتدفع حتى low down payment او حاجة يعني i don't recommend انك تبعي online unless you go there but يعني at least if you prepared yourself from Egypt which is the best option يعني don't wait till the very last moment ما علينا ففي النقطة الرابعة دي انا متكلم على different options يعني apartments, condos, and houses they are the best من options الثلاثة اللي فاتوا لكنها هتبقى صعبة انك تجيبها يعني don't expect انك اول ما تنزل امريكا هتلاقي apartment ready for a year unless you really worked hard and did your homework and prepared everything from Egypt يعني otherwise هتتاك at least two couple of weeks لغاية ما تستل في apartment or house يعني according to ايه اختارها يعني ايه المعايير او الكريتيريا اللي اختار عليها apartment اول حاجة خاصة في اول 6 شهور انت محتاج بس حاجة تكون قريبة من الجامعة فا distance from campus I think it's the most important thing يعني to think about it or to put it into consideration فاول 6 months العقد اي عقد بقى 6 شهور فحتى لو شقة ضعيفة شوية خاصة ان انت سنجل او انت سنجل يعني اقعد فيها شوية وحتى تحمل بس اول 6 شهور لغاية ما تبت yourself in the system and know how thing is going الرنت per month بيبعتروا حيث من 600 الف لو هي apartment او condo كندو لشقة تمليك او town home انا كنت عاد في town home رخيص الحمدلله يعني بفضل اللاب كان بـ 3.600 town homes عادة بيبقوا بـ starting 700 and above بس يعني town home جميل مزيده عن الاثنين دول ان town home بيبقى two levels kitchen تحت وال bathroom يعني كنت احب town home anyway فدي الاسعار بالنسبة لدولة او لو حد بقى عنده family وعايز he likes his own privacy وعايز يعيش بس مع اطفال هيحتاج يؤجر اما town home يا اما house فده بيبتقى من 1000 up to 1800 maybe more according to where you stay فـ this will need a little bit of financial aid من الاهلك بقى في مصر انهم يساعدوك شوية بس انا اعرف اصحابي يعني عايشين فهم a green house which is no big deal يعني ممكن تلاقيوا حاجة فى حدود 12-1500 reasonable ام 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 نقطة ثالثة بقى بس طبعا بعد الرنت لانه طبعا اكثر الناس بينزلو يعني البجت بتبقى they really care about the budget وانا حاطت اهو تيكم message cheap is not good ما تسترخصش قاوي يعني ماشي اللي انا عارف ان اللماظم الناس خايفة ومعاوش وليسه مش تغلتش 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 بس التيب is not always good يعني خيص ليسه جيدا فى ماني لها تدفع بدل ما تدفع سطنة هتدفع سبع مية وتقعد فى حتة سيف وحقوب اببار من بيج ايود ريكممندت عن ما تقعد فى studio في ناس بعروفة وصالة وصالة كبيرة فى هى الكيتشن كل مفتوحة على بعضه يعني للي هما ناس فاينانشالي يعني قدرتهم المادية محدودة شوي النقطة الثالثة فى الكريتيريا السيفتي يعني خاصة الناس اللى هوا معهم عايلات او متجاوزين هيبقى مع حيز يقعد فى حتى سيف مش حتى فيها نيجوز او افريكان امريكان وحتى دراجز او خريم ريت يعني فيه خريم ريت هناك فى النقطة الثالثة اللى هيفكر فى السيفتي النقطة الرابعة يعني this is something trivial ودي حاجة كلها personal subjective size واحد عايز بها outfit studio زي ما ذكرت واحد عايز لعندي family عايز بحطة هالتكبيرة فتاك او ميسيج من كل اللي انا قلتو داوان The cheap is not good يعني حتى تصرف فلوس شاف الاول بس the cheap is not good Make your life easy especially في اول 6 شهور او اول 4 شهور من خلال ال PhD program بتاعك بعد ما بتخلص الفترة دي انا انا highly recommend لان كل ال PhDs بيبدأوا في واحد اغسطس انا برضو this is advice and recommendations based on others يعني روح ابلهب اسبوعين يعني روح مثلا في نص سبعة بلاشت تروح 28 سبعة يعني هتبقى you are just squeezing yourself and putting yourself under strength يعني كان في غنى عنه ما تروحش مثلا 28 او 29 ساعة تقول انا هبدأ ابلهب يومين يعني هتعد فين ومين هتصل بيك وحد يشوف لك يعني unless you are really preparing everything دايما نذكرت وكررت 100 مرة انك I'm preparing from Egypt other than this I recommend انك تروح ابلهب اسبوع او عصرت ايام بس to know how things are going بعد ما بتستيل yourself ان شاء الله وتستيل في what so ever options اللي هو نهب هتروح الجامعة تكونتكت ال professor هي هو اللي ياخدك ويوديك او لان طبعا انت مش تبقى معك transportation vehicle on this again and again you have a family or relative there بس احنا بنتكلم in general ان معظم الناس ده حد معرفتي اللي بيروح ويبقى معهم يعني معلوش على relative for the same state or the same university he got matched in فهتتكونتكت ال professor هو يعني they are very very large people ما تكسفوش دي النقطة للعايزة اقولها في الصد محدش ينكسفو لده انا كده بتاقل عليه امريكان very large very very nice في النقطة دي انا هتقول له ممكن توصلني اقول لك انه problem او لا انا هشوف لك فلان يوصلك او السايفر يا فما تتحرجوش او ما تكسفوش فبديبدأ حاجة اسمها ال orientation week هو غالبا بيبقى اسبوع ما بيكتروش اختختو اكتر من كده ايه بقى ال orientation week باختصار في كلمتين بيعرفك السيستم في الجامعة ماشية ازاي ف it started the first day of the semester في واحد اغسطس بالظبط هم بيقعد اسبوع غالبا في خلال اسبوع ده بتعمل كل الايتمز اللي هي من الرقم اثنين وثلاثة اربعة بتعمل يعني بياخدوا منك blood sample wearing sample sometimes sometimes not always عشان يشوفوا لو في اي درج انت بتتعطى اي شيء وبيعملوا عليك كمان security background check تشوفوا لو في criminal history وايه طبعا ما بياخدش معانا وقت لانه محدش فينا معروف هناك بياخدوا لك صور طبعا وبيبتلوا apply على social security number ده اللي هو تشتغل بيه في امريكا يشتعرف تبدأ شغل الا ما يجيلك social security number اللي هو بيحطك في السيستم الامريكي بحيث ان انت تكتبقى معروف لده السيستم اللي هو تحب تapply على anything travel to buy a car to buy anything that this is their reference بالضبط ذي الرقم القومي هنا في مصر كمان بتروح مكتب illegal action القانونية وال illegal affairs وال human resources بتبتلي بقى تحط لنفسك account user name بياخدوك يعني فتح لك bank account بمعظم الكامبسس في بانك اسمك cf campus federal credit cfcu وده بانك يعني very very good people are very nice they trust you without any good any credit history at all يعني حتى انت لسه رايح جديد بس they accept you just by your i20 and the position you got in the campus بيعمل لك bank account وده very helpful يعني انت بتحتاجي معاك credit cards and debit cards عشان تبتلي تعمل purchase بتاعتك everyday purchases وكذلك في الorientation دون بيعرفوك على health plans وده برضو بحب اوضحه بالطلبة او اي حدا هي بها phd student you have to have a health insurance plan يعني مش optional متقول لا ده انا باختياري يعني انت ده يعني واحد من المنداتوري things في ال phd all the students must be covered by a health insurance مش optional محدش يستاذكا ويقول انا هاخداعهم وقول i have my own plan و i will apply for nothing لا لو they discovered it you are out of the program فان بلاش تلعبوه في اول ستة شهور او اول سنة سنة على اخر انا بريكم مند ان هما هيقول لك either you take our school health plan او you provide your own health plan طبعا انت بتبقى ناذلي it's not well oriented يعني ايه الكلام ده كله unless you really have a lot of time and go online وانت ما شاء الله انا عارب بعض الناس ما شاء الله شاطرين في الحاجات دي بس انا بتكلم again and again the majority خلاص خد ال health plan بتاع ال school school health plan ادفعلك 800 دولار في السمستر وخلص ما يعني يعني make your life easy هتلغت بس ما تعرف السيستم وتعرف how to get a cheaper health insurance plan كذلك they familiarize you with the school policies honor code هيددولك في الكتاب honor code address policy terms and conditions كل الكلام ده هيتلغوه في الكتاب بتاع اللي بسموه student book اروه كويس جدا لازم تقروه division of the computer services عشان ما محتاج اي خدمة من الكمبيوتر يوصلك بالسيستم يعملولك email account على الجامعة core facilities core facilities هو المبنى ان فيه كل الماشينز والسرفيس التي استخدمها اثناء من تبقى متواجد في اللاب whatsoever بقى real time pcr machines flow cytometry machines all the microscopes confocal with scanning electron whatsoever كل دم بيتحطى في حاجة اسمه core facility بحيث ان كل واحد يبلي اكسس علي بعض الاتحة بعض الاتحة بعض الاتحة بعض الاتحة بعض الاتحة تجد نفسك كذلك بيع بيفاملعize you with the lab everything that's related to the lab quality controls and lab management is it to start up in lab he has safety precautions how to get rid of biohazards يعني كل ناس اللي اشتغلوا في research او في lab تعرفين كل النقطات اللي انا بتكلم عليها ديان فإن شورت بيفاملعize you with everything you need to know and everything you will be in contact with during the 5 to 6 years of your PhD program the take home message is be prepared for cultural shock بعض الناس بيستهيموا بيها اقول لك انا ممكن انا adapt or accommodate very easily لا والله بيقى فيه cultural shock you agree or not there is a cultural shock especially those again and again ان هما بيروحوا للرالترستيس for the first time في big cultural shock العملة مختلفة طريقة الكلام مختلفة الاكسنت مختلفة بعض الناس لا تفهمها من اول مرة بيتكلموا very north american accents and very fast in speaking and talking فيعني بقى فيه cultural shock especially لو انت رايح لوحدك بعيد عن اهلك معكش اكسس الانترنت for the first few days فيعني prepare yourself for this try to familiarize yourself and socialize with the people to listen and decree this cultural shock but beware that هيحصلك cultural shock I'm trying to prepare the people from now I'm trying to prepare the people from now once بتخلصوا الorientation week immediately طبعا بيكون get social security number وتبتدوا على طول classes يعني هنقضي اربع خمس سلايز مع classes وحاول اكون مختصر لان اظن احنا احنا بناخد وقت تخطينا كده عشرين دقيقة يعني فالclasses انا بس ان شاء الله هتفكر نقاط هتهم برضو الناس اللي قالهم phd طبيعة الستورنت اللي اتلاها قول class هو الكلاز بيبقى ما يتلخطاش عشرين طالب غالبا يعني ممكن يبقى اوصل ثلاثين يعني لو كان سبزي كلاس يعني ولكن هتلاقي انترناشنال غالبا معظم الكلاس هيبقى انترناشنال chinese and indians mostly واتلاقي americans they are lifestyle related يعني they don't care about it يعني ممكن يجبوا هدفهم الجي بي بتاعه يفضل بي بس he doesn't care to compete for something or to be the number one top student in the class they don't care about it لانهم يهم حاتهم they have a life to live يعني they are easy going americans هتلاقي different ages different ethnic backgrounds different work experiences ممكن تلاقي واحد معك عنده 40 سنة whatsoever او اكتر وعنده 20 years lab experience فعني don't panic دي طبيعة الستورنت في grad school اختلف الاعمار والجنسيات والاعراق ومنهم الناس اللي عندهم سيفير or high back background or lab experiences فprepare yourself for this يعني انك هتلاقي students مختلفين مش داي عندنا في الماديكال سكول we have similar ages and similar ethnic backgrounds no it's different الحاجة كمان اللي عايزة نبيها ومش موجودة في السلايد هنا انهم they are gonna give you courses yes but they are not gonna spoon feed you يعني مش هديك العلم اللي عم يقولوا بمعلاقة هو هيبسط لك الامور احنا مثلا i'll give an example يعني واحد من الكتب اللي درسنا اللي خدناها void and void he will never discuss void and void متعدي الف صفحة بس تحيل هيقدر يدسكس الف صفحة معك one semester هو بس بي touch the important points and you have to read you on your own بصفحة فدي برضو الى خاصة الميديكال ستوريينة لانا اظن الاثنين اللي ذكرت اسموهم في أول محاضرة هم ميديكال ستوريينة يعني أو ميديكال جرادوث ف السلسل مختلف في البي اتش اي تش اي بحدش هقولك ادا الكورس اهو ادا ويساعدوك بس يبسطو لك فويت ان فويت يشرح لك 2-3 طابق من الشابتر بس يجب أن تقرأ يعني إذا تأخذ المساعدة هم سيجب أن تقرأ لك يجب أن تقرأ لك فتأخذ ذلك الجراد سكول مختلفة عن الميديكال سكول فتأخذك الكورس وغالبا الكورس دي أنا ذكرت مرارا وتكرارا في المحاضرات في الميديكال سكول فارما مايكرو كيميستري بايو أورجانيك وتك كيم من أورجانيك ما بناخدش في كل الطب أورجانيك فبتري يقروا من دلوقتي في كتاب اسمه سيمونز في أورجانيك كيميستري كتاب حلو فبتري يقروا فيهم فبتري يقروا فيهم يعني طبعا بيولوجي احنا درسنا معظمه في التنوية والكلية بعض الكورس دي المنداتوري بيسموها فاونديشنز أو وانتردسيبلينيري كورس وبعدها الكتب دي يعني تختلف على حسب انت بيو كيميستري غير الفرمكولوجي ديبارمنت غير الموليكرو بيولوجي ديبارمنت غير الجينيتيكس والكورس سيميستر بيز يوجد 3 سيميستر فول اللي هو الخريف أو الشتة سبرينج بعديه على طول والسمر يبقى يعني الكورس في السمر كورس أو اثنين يعني الكورس تبقى في السبرينج والفول وانت باستخدص كورس اللي هتاخدوها يعني منموم ثرتين وانت مربع ثلاثين اخشاه الآخر على القائمة. و اتقلم اضيب الى ال soling. ال soling. بعد ما تقلصوا كل الى سبعين. يعد كل الى سبعين ماكسم او ثلاثة. بعد منهاية أي اسبعين بقية الزائر. ممكن بقى واحد او اتنين. ممكن بقى واحد او اتنين. it's up to the full. فتلقع 1 أو 2 exames per week which are usually on Mondays and Fridays You have to keep your GPA free or above وده السيستم اللي هما بجرد بيد students وده ما اعتمد على انه بياخد اعلى درجة واوطة درجة واسمهم على اثنين ويحطوا Average فده هو ال B اعلى منه يبقى A او طمانه يبقى C دي برضو نصيحة و Very helpful Advice يعني بالذات في اول exam او اول كورس هتخذه يبقى تلاقيهم امور غريبة ومتصلابات غريبة ومتصلابات غريبة وحاجات انت او مالتسمع عنها فاعمل انك تحاول تتحدث باول ما بتروحوا في الOrientation Program ودهنا قطاع مستي اقولها بيجيب وربرزنتيتف من الولدى department يعني اللي هما 5 departments بيبقى فيه 5 older students اللي في سنة تانية وفي سنة تلتة وفي سنة ربعة يعني similar to the residency عشان يساعدوكو يا جماعة انا الممبر في الحاجة اسمه student council اللي هو مجلس الطلبة اللي هو بيساعد الطلبة الجدد او اي طلبة مقتربين او وافيين على الجماعة فابتيه representative in each department in student council فامثلا لو انت في قسم molecular biology and biochemistry هتلاقي representative منه موجود في student council وارح له على طول وقول له I need to contact people في ال past years وابتلي contact them and have exams of the past years غالبا بالنسبة 80% وربما اكثر في المية الاستجزة هناك مشغولين جدا ما بيغيروش ال exams فpast year exams غالبا متلاقي 80% من الاسئلة متكرر فديت very very helpful لغات ما تبتلي build up yourself or to know the system or to read more and to know how to get the sources of information بطريق home message من السلايد دي نقول لها الكورسز او الكلاسز do not challenge professors يعني بعض الناس لما بيسأل اسئلة اما عامدا او اما انه لا يعرف بيسأل بطريقة لانهما the Americans they have very different use of words فما تسألوش سؤال انا عارف انه قد يبدو انت ساذج بتسأل بفاصلينية بس هو لو انت استخدمت كلمة معاناة في السؤال do you know دي كلمة مستفزة جدا يعني ممكن تسأل السؤال طول I was wondering if you have any idea هو نفس السؤال بس انت انا ما تقوله do you know غير ما تقوله I was wondering or I'm curious to know I was كده يعني تحب تحس ان انت مؤده polite في السؤال ما تسألوش سؤال direct كأنك بتقوله انت بتقره انت بقى لك قد يمى كده يعني do not challenge the professors دايما خليك polite دايما خليك nice وانت تسأل دايما to know how to use words لانك انت لو اتخد عنك فكر انك you are a professor challenger والنس مش هيحبوك يعني عمره ما يقوله ده فلندا شاطر بالعكس هقوله ده he likes to ask challenging questions رغم ان انت اصدك ما يكونش كده دايما قلت حاولت you have to I think this is applied to almost all I'm saying again almost all the schools in the minimum GPA has to be 3 لو وبي في نظامين كذلك انا هحب اتكلم في الارضين باختصار شديد لان المدارس الان بتختلف مدارس الشمال بترو يعميلوا الى نظام جديد اسمو البرت أو الانتردسيبلناري training program اللي هو البرت بيعملوا في البرت بيحطوا كل الستودنس اللي جايين امريكان وانترناشنالي يخدوا the same courses same classes same everything وبعدين ما يخلصوا يوزعوهم على different departments according to the department needs according to your GPA according to your area of interest فده نظام اظن افضل بكثير من ال old system اللي هو انا رايح على قسم biokabistry from the beginning ففي بعض الناس بقول خلاص انا لا اعرف الناس اللي جالها ماتشن جالها ماتشن في حاجة من ال old system يعني هو رايح على قسم molecular biology او رايح على قسل مايكروبيولوجي ولا راح على انتر ديسيبلينيي program يعني دي هتلاقوها مش منتشرة او لسه في امريكا لسه النظام ماشي بالالد سيستم بعض الجامعات في الشمال انا عارف في نبراسكا الهد of the department انا قلينا الكلام ده كلام موثق من الهد of the department ان انا انهم في نبراسكا بترو يطبقوا النظام ده انهم يجيبوا كل الستودان يدوم the same class عطموا في the same common pool وبعد ما يجرادويت from the first year or whatsoever are almost graduating and almost finishing the classes or coursework يبترو بقى يشوفوا الطالب عاوز يروح ثان بس طبعا مش بزعوك according to what you need first لا according to the departmental need according to the bi needs according to your gpa then according to your choices فالليها advantages or disadvantages انا قلت no departmental choice for finishing يعني ما حفيش حد يقولك you have to take that course which is good the advantage ولكن this advantage is انك ممكن تلاي الامريكان بي filling some programs يعني فده هيقلل options if you're interested in gene therapy او في stem cell therapy with department they don't have any slot for you فده الخطورة انك انك you have to fit yourself into another department or another area of interest فده يعني الحاجة اللي هي يعني you have to take it into consideration يعني يعني النظام ده مش منتشر نظام قليل جدا في امريكا وماذا النظام السائد هو ان الواحد بي apply على specific department وده نقطة اخيرة راح تطفق هناك يعني تعقيبا على النقطة الاخيرة انك لأ فربنا من انت رحت في department and you don't like it ويعني by no mean you cannot complete any more you can change the department بس مرة واحدة يعني السيستم هناك fair مش هده ما بيحصل عندنا في مصر خلاص انا خدت تخدير خلاص هي هتظل طول عمرك تخدير مثلا or whatever لا التستورين خلاص هي مش قادر يكمبيت او she cannot maintain in that department any more خلاص ممكن يروح يكلم العميدة هنتكلم في القصة ديان بعدين وهي كانوت he or she can يعني حضرتك او حضرتك ممكن تغير department only once بشروط طبعا مش مجرد ان انا عايز اروح انا عايز اغير لا يعني don't misunderstand me you can't change yes ده موجود في الرؤول بط افرد انا مثلا موجود في قسم biochemistry وعايز اروح قسم microbiology الرؤول بتقول this is applicable but with conditions ايه الconditions ان يكون فيه slot فادي في قسم microbiology number one number two ان يكون فيه استاذ عايزني هناك فلازم الاستاذ بتاعي اللي كان في البيوchemistry يقول لي okay i will let you go but you have to find yourself a slot there فان مفيش slot there you cannot change the department فالقوانين بتقول نعم مسموح للطالب ان يغير department ولكن بشروط فارجو ان الناس لا ترسيق فهم هذه النقطة ومن اجل الكلام اللي انا بقى لي خمس دقيق بتكلم فيه بي ار تي والشينجين والبرومات لذلك انا بنصح Be flexible ما تقولش لا انا بحب stem cell therapy وانا لا اتخيل نفسي اعمل فيه اي شيء اخر يعني this is not the use يشتغل اي حاجة this is phd you are not gonna win nobel prize من phd you are adding something يعني بيسبوها نقطة في العلم you are not gonna expect much of your phd thesis يعني فbe flexible خلاص انا رحت بالقسم ده والقسم الصعب خلاص i will stay in it till i finish my phd Be flexible with the easier is better than what you like خد السهل ما تخدش اللي انت بتحبك انا هحاول اشوف اللي انا بحبه طب it's not available it's not applicable خلاص خد السهل القسم ده سهل ممكن الا لاقي فيه التخصص بتاعي مهم the bottom line messages be flexible try to finish your phd ودي بعض الكتب انا مش هقراها انا هسيبكم تقروها هاديكم يعني دقيقة عنيكم تجري على السلايد يعني ام دي بعض الكتب اللي انا بريكمند للناس يبتري يذكروا فيها من دلوقت يعني الاستريسكس ديا كتب غالبا هتلاقوها universal يعني more or less يعني مش هقرا برضو بروس البرس ووينبرغ هتلاقو الكتب ديا more or less the same in all universities فيه كتب تانية انا مريكمندت يعني ودي كانت عندنا في الجمعة بس anyway دي يعني الناس اللي هتبدأ تذكر من دلوقت تتحضر نفسها و I highly recommend this start reading from here ان شاء الله يعني هسيب الكتب كمان بضع ثواني واللي عايز الكتب يتصل بي هتكون موجودة في العرض وانا بعتلق سميها من الوقت نقطة اخيرة في الكلاسيز يعني انا بحطتها في الكلاسيز يعني انا بحطتها في الكلاسيز انا this is not a class or journal club is not a class or seminar is not a class but انا حطتها لانا related فا اول سميستر انت بس بتغرف تاخد كورسورك من السبرينج اللي هو تاني سميستر لانا اول سميستر الفو تاني سميستر هي بقى السبرينج mostly يعني فبيطلب منك انك to give journal club ايه قصة journal club paper لتكون basic research مش clinical research basic research article بتقراها وبتنقشها على السطاف اللي هو الموجود اللي هو الفاكلتي كل الناس بيكون موجودين وستودينس كله بيبقى قاعد وانت بتديسكاس البابر وهنتكلم عنها بعدين يعني مش هقول ازاي how to discuss a paper في السلايد دين لانا في سلايد مخصصة لها ايه ودي بتبقى effective after the first semester يعني انت في السميستر بتبقى كاينك مجرد بس listener او audience بتقعد تسمع وتشوف ال older students بيعملوا journal club ازاي بيجيب research article ازاي يختاروا ازاي يجو online ازاي يخش على ويختار good research article يعني impact factor انت بتبقى في اول first semester بس watcher وبعد كده في second semester بيطلبوا منك انك give a journal club اه is seminar is similar similar للjournal club بس ده شغلك يعني once انت خلصت the classes when you join the lab بتبتري تحط proposal research proposal وبتبتري تشتغل فكل سنة بتطلع data كل سنة بيحصل عندك مشاكل مثل معافات صغيرة يعني troubles you troubles shoot it فكل سنة مطلوب منك انك مطلوب منك اه مطلوب منك او مطلوب منك او مطلوب منك ان انت ان انتو to give a seminar والseminar ده بيبقى once a year وده بي summarize your progress في ال phd program يعني انت بتقول لكل الناس اللي بيحضروا this is my project i'm doing such and such we are doing this i'm on the track we have this trouble shoots طبعا من خلال الاسئلة اللي بتتلقاها بتبتري تmodify ال research بتاعك this is a formal meeting معناها انك you have to dress formal الولاد يلبسوا اميثوا بانطلونه بكرافات والبنات يعني يلبسوا more or less formal يعني بعد ما بتخلصوا ال classes all the course work required بفي حاجة اسمها qualifying this qualifies you for a master يعني لو انت فرضنا لا قدر الله مش هتقدر تكمل في ال students ان ال GPA بتاعك low او you cannot continue because of language inefficiency or for any reason ال professor بتاعك الفننين بتاعه راح انت نفسك you cannot keep with it فلا this exam لو عديته بيقاليفي you for masters فطبعا انت بعد او during او وانت بتاخد courses بتjoين ال lab وهناكلم في النقطة دي لما نتكلم ان شاء الله في السلايدز القادمة عن ال lab بس انا بس عايد اشوف ال timing احنا ماشيين on track or not بقلنا 37 كويس احنا ماشيين كويس 37 دقيقة ارجو ان احنا نخلص ساعة او ساعة ونص فا ال qualifying exam usually after joining lab طبعا انت بتبقى joint the lab غالبا في تاني semester غالبا بتكون settle لان في lab rotations ال lab rotations تختلف في ناس بياخدوها شهر في ناس بياخدوها شهرين فyou have three lab rotations وانتكلم عن النقطة دي anyway بعد ما تخلص كل courses والجي بي بتاعك بيبقى three they'll let you take it لغاية ما الجي بي بتاعك بيبقى three لو it's a little bit less than three you have to take some courses to make it three بس لو فرضنا وده option يعني ان الجي بي بتاعك مش three خلاص بي بيتاخد ال exam they'll give you they're gonna give you masters انا اسأل لاني كل الناس يبقى الجي بي بتاعها which is easy اذا تبعتوا التعليمات او المصايح اللي انا قلتها لحضراتكم ان شاء الله تخلوا الجي بي بتاعك سوي ال qualifying exam فيه two systems على حسب برضو الجامعة اللي حضرتك او حضرتك هتروحيها فيه ال old system اللي هو كان long essay question ال old model اللي هو بيمتحنك في كل مش في كل في معظم الكورس اللي خدتها for example لو هو بروس البرز بيمتحنك في بروس البرز يعني طف محتاج انك تقرأ بروس البرز كتاب ضخم طبعا بس يعني هو ده ال old model وده مشغل في كثير من الجامعة انه بيتاخدت السفنتين كورس موصلي هيمتحنك مثلا في عشر اتناوشر منهم يعني خاصة لو هي يعني summarizing everything فلو انت عندك notes او flashcards don't throw anything till you are done through or done with the qualifying بس في موديل جديد يعني مش جديد انا بتكلم يعني as compared to this model يعني في موديل تاني يختروه بعض الجماعات وبيطبق وفي جماعتي او في القسم بتاعي بيطبق اللي هو grant writing يعني ايه grant منحة وال grant writing دي دين بتقيس حاجات كثيرة هنذكرها هنا ان شاء الله بقى بالتفصيل critical thinking هنذكرها بس انا بقى بقى ارى انها افضل من old model old model بتذاكر مذاكرة يعني شديدة لكن grant writing is open انت بتكتب grant بمعنى انك باااااا بس دي ده مختلف يعني ده مختلف عن مشروع التخرج بتاعك ده مختلف عن ال proposal بتاعك بتجيب مشروع معين يكون new ما تعملش قبل كده وتفكر وتقول والله المشروع ممكن اعمل كده 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 وتحط specific aims one two three maybe four وتقول هاو I could do this to design and experiments to test this model انتخطط model معين to design and it's all hypothesis and you systematically wanna investigate this thing فهو دي grant writing انا هعمل في specific aim كده these are my aims these are my objectives how I'm gonna reach it how design and experiment to test these things with how to troubleshoot if it's not working and how to prove that the thesis or the hypothesis is right or wrong فا طب ايه الفرق من the two systems يعني departmental policy الجامعات بتختلف انا مقدرش اقولك انت هتقابل هذا النظام او هيبقى مطبق عليك هذا او هذا يعني departmental dependent يعني غالبا معظم the students be passed انا نادر اوي لما تسمع ان حد failed qualifying انا اسمعت واحد فقط في الجامعة وكان قديم يعني I don't have to study that much hard especially او هتاخذ grant writing it's very easy لانك تبتقاب mostly online تجيب articles وتكتبوه خلاص بيذيب the professors they're gonna grade it and غالبا بيليتوا بياسهم بس هسترس عال grant writing لانه is very good especially people اللهم research oriented او اللهم really like research انت بتكام عبو with a novel idea لن تكون novel ما يفعش شغل تعمل قبل كده او الا this is called belligerism يعني هذي سرقة علمية and it has to be a novel idea and you write a grant about it يعني use your imagination ذا اللي يقوله if i did have it measure your critical thinking about it ايه critical thinking قدرتك العقلية اللي احنا لنا ذكرتها من شوية how to design an experiment دا اهم شيء بتعطيه لك ال phd ان انت تبقى قدامك مشكلة او هيبوتسة او فنامنا whatsoever how to systematically investigate this thing design the experiments to include enough controls to troubleshoot if you have any problems troubleshooting skills for these problems and to prove that this thing or this model is working or not ما هو موكين بأن it's not working and i made the hypothesis and the hypothesis is wrong this is data فا you have to come up with things to prove this thing كمان ال Grant writing but measure your English proficiency which is important هتكتب فا يشوف ال English proficiency بتاعك وفيه grammar mistakes wrong use of grammar or words or whatsoever يعني etc qualify the student for masters زي احنا ذكرنا عديا لان بعض الناس سألوا عنها هل انا ممكن اسيبهم ربما انا اخطأت او تصرعت قليلا فان انا قلت بدون لان بعض الناس بيفهم كلامي خطأا يعني يعني الجامعة صرفت عليك و detect tuition waiver with stipend فيعني they are not gonna let you go easily unless you are really not apt for this program غير كف انك تكمل او in agreement with the PI فدولو الحالتين اللي ممكن تمشي فيهم بعد ماسترز especially الناس اللي هم بيسألوني فعايز اكمل نيابة بعد او او whatsoever يعني فممكن تكلم ال PI تقول له I wanna leave انا مش قادر اكمل لظروف عائلية او whatsoever يعني فعلا خلاص he'll let you go هتكلم الكميتي اللي هو اعضاء المناقشة وقولهم خلاص this student is not apt for a PhD we're gonna give him master يعني الحاجات دي بتبقى يا جماعة مش مجرد decision انت خدته وانا نوا مش واسبه yes you can do it but this is very bad يعني you need to leave them with a good history مش bad history يعني لان America السيلي بتاعك has to have the minimal gaps if any possible يعني لما يكون في جاب كبيرة وتقول لهم انا كنت بعمل masters في امريكا يعني الناس هيسألو طب وإيه اللي خلكش تكمل ال PhD تقول لهم اصلا ايه كان عندي ظروف مش هيفقوا في كلامها يقولونا طب لو سمحت هتلينك جواب من ال PI انتسبت ليه ال PhD program ونهيته بmaster يعني ربما انا كنت ذكرت الكلام general وتوقعت ان الناس smart enough to understand this بعض الناس سألوني اصلا اصلا وانا خابلت ناس في مصر وسألوني اسئلة كثيرة online ممكن فعلا نسابهم يعني be smart the people are not stupid يعني يعني in general the take home messages your CV if you are gonna include this in your CV to help you in residency you have to know that you have to leave this people with a good history مش bad history كمان بعد ما بتخلص ال qualifying exam بالstipend بتاعك بيزيد يعني انا كنت مدق بق 22,000 per year بقى 24 فبعد ما بتخلص ال qualifying exam بالstipend لل salary يعني بتاع الطالب بيزيد joining العاب ونقطة يعني طبعا في interjunction معها ومع ال classes بس طبعا يعني كل نقطة بتبقى بعد الأخرى فبعدت غالبا اول شهر غالبا بيسمح عليك بس شهر فري كلا وبعد كلا بتبقي lab rotations بتستارت في ال first semester يعني واثناء ما بتاخد كلاسز يعني مين اللي انت بتبقى مركز على study وكلاسز فغالبا ال P-I لهوا is very nice and large and easy to go بيخليك mostly تركز على كلاسز وبتري يشتغل lab work خفيف يعني وده بيبتقى زي ما قلت في first semester السؤال المهم جدا 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 وده اهم سؤال في P-H-D كله يعني لو هتنسوا كل حاجة انا قلتها في هذا العرض لا تنسى هذا السؤال واللي هنجوب عليه في اظن في معظم اما كانش ببقية السلايدي التاع ديس شوه يعني هاو تشوز الاب number one the P-I وانا قلت سيليتا لانا عمله بتاع خمس ستة سلايه يعني لانا سفرد مع ال P-I بتاع يعني فهذا this is number one فهو تشوز الاب again P-I The P-I يعني I'm highly strenuously use whatever word you want strenuously stressing on the P-I لو P-I very nice everything else melt us down خلاص ما بيهمش اي حاجة انا بتهمش funding لا كل ما بيهمش بس لو P-I بتاعك نايس وهقول لكم ازاي تختاروا P-I يعني من خبرة خمسة او ستة لذي ما ذكرت الرفرنسة اللي انا حطتهم في اول سلايدي how to choose the P-I is the most important thing in the whole PHD طيب دي اول criteria وخلوها مركونة شوية لغاية ما نوصل لسلايدي بتاعت ال P-I funding وده مهمة اوي لو الاستاذ بتاعك معه فند بس مكفي سنة او سنة نص do not join this lab لانه بعد السنة نص هيفلس هي مش معه فلوس فهيضطر يضغط عليك عشان تجيبه شغل وتقدمه على grant بنفس الطريقة المفهوم اللي انا ذكرته do not put yourself under stress فلازم كلمة funding اصد بيها ان حد معه ongoing funding يكفل ثلاث اربع سنين لان انت ال PHD بتاعتك خمس سنين مثلا فلما دايما وتعوده وتخلصه من ثقافة الخوف اللي تربينا عليها في مصر لانا ما سوف اسأله انت مفيش الكلام ده يعني ال P-I ذي صاحبك بالضبط ممكن تنديله باسمه يعني ممكن اسمه مثلا لو اسمه جيمس تقوله ازايك جيمس do not have to say doctor James لا ممكن تقوله how you are doing James ما بيتضيقوش الامريكان they are very easy to go في النقطة دي يعني فذي يدون كده باورت يعني فما تكسفش وتقوله هو ده انا ممكن اسأله سؤال انت معك اه يقوله do you have an ongoing funding اقولك اه this is very important انا حطيته رقم اتنين فلازم يكون عنده ongoing funding enough for three to four years يعني انا مسترسن اهول المرة التانية بكرر enough for three to four years مش one year ثم بقى intramural حاجة من جوه الجامعة او جايب اكستراميولة طبعا الشهيرة او بتاعت الNIH الRO1 الRO21 او الكانجرو 99 او فند من الامريكان هارت اسوسيييشن او من الDOD whatsoever يعني اكستراميولة تبقى طبعا احسن لانها بتتجدد كل سنة فقط مبلغ ضخم جدا من الانتراميولة العمرها بتتعدى خمسين الف يعني سبعين الف واتسيط ده لو يعني very big intramural غالبها تبقى 20-30 الف this is nothing فالافضل ان المنتور بتاعك معاه يعني مش الافضل ده لازم يكون معاه extramural whatsoever extramural grant اي حاجة من الاسامي الا انتوا ان شاء الله هتبقى more familiarize with it than i do النقطة الثالثة how productive this lab is lab productivity اللاب ده وانكسلان مبطلعوش مبنشوهوش وراء يعني data collection بيجمالو data collection ازاي هل بيجمالو data collection ازاي هل بيجمالو data every week every month every what so ever بيجمالو data دي ازاي number of publications بيجمالو ده مهم ايه اولا انتسالوا ده بتعرفوا طبعا من other students in the lab and other postdocs الناس الاخرى لانه ايا قبل ما بتجوين الاب اللي هو ال final lab اللي هو يبقى الاب بتاعك اللي هتشتغل فيه اربع سنين او ثلاث سنين ونصف او whatsoever يا لازم تسال الناس دي كلها البي اي اخبره ايه is he a nice person easy going what so ever يعني هنتكلم فيها بالتفصيل كل ده بتساله للناس اللي شغالة معاك سوان كانوا طلبة students او postdocs number of applications per year اللاب ده بينشر ورقة كل سنة this is very very low very bad يعني ولا بينشر اربعة خمسة بيبرز ولا بينشر ايت بيبرز ده مهم ده معناها انك you have a good chance to publish more than one paper كم واحد شغال في اللاب يعني small lab you're gonna suffer لانك تبقى الوحدك وتبقى العين عليك الاستاذ هيب عارف كل حركة وكل data انت بتجمعها ولا هيبقى الناس اللي بيساعدوك قليلين ولا فيه a lot of good candidates في اللاب a lot of students a lot of postdocs or research associates حد يساعدك حد يعمل لك summary agents حد يفهمك concept بتاع experiment this is very important thing to put into your mind فيه collaboration ولا لا collaboration مع حد خارجي سواء كان من خارج القسم او من خارج الجامعة collaboration is always good ده بيفتح لك a new line of connection فهل فيه collaboration ولا الاستاذ ده منطوي ما بيحبش يعمل collaboration واي استاذ ملوش collaboration معنا ان سمعته ليست جيدة الناس اللي بتحب اشتري مع collaboration لسبب ان او اخر شخصيته ليست جيدة الفند بتاعه وحش او هو نفسه مش قوية اذميا واتسا يعني فيه اسباب كثيرة فلما تعرف انه he doesn't have any collaborators for this red flag يعني حاجة بتقولك do not join this flag وطبعا again and again and again the PI is the most important factor ان شاء الله يعني ما تخافوش ايش اخليك وحط ايديك على keys how to choose your PI كذلك are we still in the criteria how to join a lab or on what pages I'm deciding giving a decision or deciding to choose this lab over others فالwork hours اللي برضو النقطة يعني علشان امضطر يكون صريح بعض الناس معتقد انه يشتغل خمس ساعات او زي اللي بيحصل التهريج اللي بيحصل في مصر يعني انه يشتغل من تسعة لتلاتة ويمشي اللي بيحصل فانت هتشتغل من شغل مضني شغل اردوث ومن تشتغل من تسعة صباحا لخمسة without joking فالwork hours تبقى minimum 8 hours انا بعرف بعض الناس بيشتغلوا 14 hours بس this is mostly مش في امريكا this is for Europe and Australia and they are still building up themselves غالبا غالبا معظم اللابس unless you are in harvard او yale انا بتكلم في معظم اللابس تشتغل من 8-10 ساعات which is fine فده يديك وقت تستضيها حاجات اخرى النيابة بقى ولا المعادلات ليه مهمة نقطة الwork hours عشان الناس اللي عندها family الناس اللي عندها life to live you wander here and there يروح يشوف المدينة يروح يشوف any kind of entertainment في امريكا سواء في الاستيت اللي هو فيها او يسافر فيعني لو هتشتغل 14 ساعة this is tough بلاش اللابس اللي are working like this هما لتشينيز نابس ببهد الستودنت بيعصروا نقطة اخرى كيف تتخلص الناس اللي وطبعا نشوفونا حاطتها رقم 5 لاني I'm telling you again this is not important انا بحب اوي stem field therapy انا بحب اوي جين therapy انا بحب اوي this is بابني قرارك على النقاط الابل كده وبعدين لو كلهم توفروا اه خلاص لو انت عندك 2-3 لابس نقطة من 1 الاربعة متوفرة 2-3 لابس اه خلاص ابتدري بقى بص على الاريات اللي وانا دايما بقول لي your area of interest will shape after you finish the classes unless you are predetermined يعني لو انت بقى خلاص داخل انا انا عايز جينيز ثرابي انا عايز كل بس غالبا انت لما تاخد الاريات اللي انا اقول لكم شيء حصل لي انا لما دخلنا الكلاس واخدنا السيجنلين و السيجنلين و السيجنلين والسيجنلين يعني طوبي كمانه في البرس البلس وعرفنا زي المالكوز يتحرك من ال ER بالترنت أنا بيت ريلي انترسته في السيجنل سيجنلين موالك ايضا موالك ايضا مدينة تقلقها بالنسبة لعيضا مدينة تقلقها ايضا مدينة تقلقها الانيمال الوارف انفتر طبعا هو time consuming ولكن ايضا مدينة تقلقها واي سقولك برضو مع ال P.I لما نجي نتكلم عن ال P.I وليه الانيمال الوارف احسن الوارف انفترية واحدة من الكريتريا اللي واحد عايزه يعتقل ويقوم بمتحرها الاب البياء يعني لو لاحظتم او ركستم انا ام really highly strenuously stressing on this a pi. طبش عايز تشتغل مع انسان nervous and then putting you under continuous stress or you have to do this by the end of the week you have to show me that you have to write a grant you have to go to the conference and طبش عايز this kind of pis. عايزو very large easygoing easy to deal with them. other students بنفس سنين بيدو بيدو ذنب بيخبصوا عليك وعليك whatsoever ولا they are very helpful they are very supportive to you. the students chinese and again chinese and indians are very bad students. be aware of them take care of them. the technicians the same thing. نوعيتهم ايه عندهم good lab experience ولا ممكن يساعدوك ولا ل. عندهم دراية بال experiment design and troubleshooting ولا بتبقى هلبفو الله فيه technicians وكرا خاصة لو في نفس المجالة اللي انت هتجوين في اللاب يعني. والبوستاكس. فكل دولة هلهم اكاوبراتيو في الاثنيك باكراوند. be aware of the chinese. يعني very very dangerous people to deal with. واللاب مانجر. هل اللاب ده في لاب مانجر ولا لا? لو مفوش لاب مانجر. اجين انا اقيل this is crucial. لو this lab doesn't have a lab manager do not join the lab. الاب مانجر دي باختصار انسانة بتبقى مخلصة PHLE وبتختار انها تبقى لاب مانجر. بتعمل بعض التجارب تساعد يعني بعض التجارب وتخط اسمها على some papers as a middle author. ولكنها اهم وظيفة لها انها بت manage and organize the lab. بتعمل quality control بتعمل management بتشوك ال orders بتاعتك. فلما فيش lab manager you are gonna do this for yourself. which is another suffer. فليت suffer تبتلين انت تorder حاجات بتاعتك وتgo online وتشوف the cheapest package. طب ما فيه حد يقدر يعمل هادك اللاب مانجر. انت بس تديها اسم المaterials or reagent وهتشتروا لك. if no lab manager do not join the lab. لقطة طبعا يعني I think it's very very trivial especially. يعني very trivial unless you have a family. يعني city بقى in general. ودي كريتيريا انا حططها يعني للناس اللي هيبتدوا وانت بتفكر to join this lab. لان فيه امكانية انك انت. يعني بعض الناس يقولوا طب ما هو. the campus is in the same city. لا مش شرط. انت ممكن تكون join the campus ديا مثلا في ولاية وتخلي ال professor بتاعك هي صفرك ولاية تانية تعمل فيها شغل لفترة معينة. وده حبيحصل كثيرا. collaboration يعني. فبتفكر على cost of living. يعني معظم الكنام ده يعني المفترض الواحد يعتبر وهو بيدور على grad schools يعني. لكن خلاص اللي already applied وما اتشي دايق بقتلان متأخر. unless هو هيفتغل في collaboration يعني. فال cost of living south and mid east is better than north. الويدور يعني بعض المعظم الناس اللي بيجوا من المشرق بيحبوا ويدور similar فهتلاقوه موجود في south again and mid east. طبعا الشمال بردي جدا الغرب رياحه وبرد نوعا ما. التransportation. الساوث is bad. يعني الساوث من المعطة التransportation is bad. لويزيانا تينيسي ميسي سيتي الاباما. ديان مفهومش التransportation so you have to get your own car. يعني انا بقول again city in general دين كان قطعا مبغي نتكلم فيها قبل ما يدي لك ماتش بس you are already matched and you are there. يعني خطتها بس فتصبان يعني. the side of the city is the small is the best. يعني انت بتلاقي كل حاجة within reachable distance. فبتوفر عليك الوقت وتوفر عليك الجلسة العربية. في islamic schools ولا لا. في a big arab community. كل الحاجات دي لاحظ يحب حطاب ذهنه قبل ما يجوين الاب في حتة معانا يعني. فلعند لك a chance انك تجوين الاب في سيتي بتعرفوا فيها these advantages go for it that's why i put it. يعني. بعد خلاص انت خلصت الكلاسز والكورسز وخدت الكواليفاير. واثناء ما انت بتعمل هذا or you already joined the لاب. فبتلت تحط لنفسك حاجة اسمها research proposal. اللي هو protocol الدكتورال اللي هتبتلت حط عليها ال phd بتاعتك و هتبتلت تجو فم there. فقبل بتحطو بتكتبو بيبقى حاجة ذي الغرانت بزبط. زي ما سبق شرح مع grant writing. I'm not gonna mention this again. يعني just to save time. فببقى عبارة عن grant. انت بتكتب grant. انا عندي these specific aims. this is how i'm gonna do it. this is how i'm gonna design the experiments. and these are the troubleshooting and my anticipations and expectations. بتكتبها في عدد معين من الاوراق وبينتحنوك فيها اسمو preliminary exam. The preliminary exam. mostly two days exam written exam. انت بتدي ال research proposal اللي بتكون اعضاء مناشة من خمس اساتزة. واحد من خارج الجامعة خالص. واربعة من داخل الجامعة. الاربعة دولة تلاتة من نفس القسم بتاعك وواحد من القسم من قسم خارجي. ده how they بيسموها ال committee dissertation committee members. فانت بتكتب ال grant او ال proposal اللي بقى في صورة grant. you write it you give it to your dissertation committee members. بيقروا ويبتلوا يحطوا عليه اسئلة. فبيبقى two days written exam. بيسألك عن research proposal. يعني وغالبا بعد اول سنة بتكون يعني كوانت ملكة critical thinking. وده بيبقى your first seminar. يعني اول سمينار بتديه بيبقى عن ال proposal بتاعك بتقول كذا كذا كذا. وغالبا معظم يعني هذا السمينار مش بقى فيه any data. يعني ممكن يلا فيه some very few preliminary data. بس معظم بيبقى introduction عن الموضوع. والاسئلة هما اللي بيبقى داعها ال dissertation committee members هم خمسة. فكل واحد بيحط سؤالين بيبقوا total of ten questions on two days يعني. والgrad اللي بتبقى graded من satisfied or unsatisfied. ما بيبقى شي يعني gpa system بيبقى lsu لوا satisfied unsatisfied grading. ولو عديت ال preliminary exam this is a guarantee. I'm sure of what I'm saying. يعني this is a guarantee انك هتكمل في ال program or school. يعني whatsoever happen after this لاحد شي no one can kick you out of the grad school. فا this is a guarantee you are you are continuing in the PhD program. وبعد ما بتعدي كمان ال preliminary exam بتبقى اسمك PHD candidate. يعني انت في الاول كنت graduate student or research associate. فبعد ما بتخلص ال preliminary تعرف تحط يعني title على نفسك انك PHD candidate. يعني ان شاء الله هتاخد ال PHD. ده معناه. يعني دي نصايح عشان لو انت بتكتب ال preliminary لان طبعا خبرة كثير من الناس عمره ما كتب grant. ف try to ask the students how to uh about the project feasibility. فلما uh و how to try it. فلما الاستاذ بتاعك يديك مشروع. يعني ده اللي بيحصل غالبا يعني. وخاصة مع ال internationals. احنا جايين ب different culture ان الاستاذ اللي بيقوله هو الصح. which is totally wrong يعني. طبعا سياسة الخوف اللي تربينا عليها وسياسة ان هو كده ونفح ما حسن منك. anyway i'm not gonna uh go into this uh uh dark tunnel يعني فاي استاذ يديك اي project you have to vet it. vet. يعني تفحصوا بعناية او بدقة. vet. don't just take it for four years and say okay it's a good project. لا. ask previous students. لو انت يعني very lazy or you did your best and you couldn't say yes or no about how feasible this project is. ask previous students. سألهم يا سماء يا جماعة عندي project دول. هو ده feasible ولا ده مقارد أو هام ولا this is fishing expedition ما هو. كلمة fishing expedition معناها project ريسكي. فقواعد السكول ان a phd student should not be given a fishing expedition or a risky project. لازم يكون project productive و feasible. ممكن تطبيقه و ممكن ادي ديته. وإلا هتقضيته لعمرك في ال phd يعني. ف if you can't figure it out ask previous students how to vet or check for the feasibility of this project. وطبعا لازم you have to do an extensive online research. الاستاذ مثلا بتاعك رمالك project or like we are gonna do this. or i think this is a good project for you. don't take it for years. or don't take it to be satisfied with it and start working on something that's not gonna work. you have to do extensive online research حتى رفله بعد اسبوع اتنى قوله. no this is not feasible. oh this has been done before. oh i think this is the idea is not good. oh we have to modify touch and such before stopping. يعني متبقاش تاخدش كلامهم بثقة. وما تخافش. او متخافيش يعني sometimes they say something. وذا يعني لان دي طبيعة ال phd. هو مش عارف. هو بيفكر. ممكن في التفكير ويطلع. يا اما خطأ يا اما محتاج تعديل. فشطرتك قبل ما تبدأ وانت في ال prelim step. شطرتك انك تحتفت the project. تاناليز the project extensively. and strenuously. and thoroughly. فدو انلين رساح. او خد عون مما تستطيع حتى تدرك ان اعلى. this project is good. the low pauses or the chances that it's not gonna work are very low. start working it. لان لو ما حصلش هايبقى النقطة التانية. هتتشانج the project. ويعني this is a pain. ابتدرت تشتغل في project. وفي دو عام خذه السنية من 2 سنة وقتك العادة من 2 أجل افتح أنه مزيد على الأبواب دعوت السيارة بدل ما تطر تغييره طبعاً هو سهل تغيره لا يعمل أو إذا كان يجب فيه ورقب طبعاً لكي تتحرك و لكن لا تفعل ايها مش بعد سنتين او ثلاثة شغل يجب ان احصل على موضوع الناس احصل على موضوع الناس احصل على موضوع الناس بلاش يعني بتبقى مؤلمة جدا احطيت مثل يعني كارتون مضحك شوية بيقول ان لو تركضوا في الشاشة هنا بيقول then a miracle is gonna happen this is not science انت المفتوض بتنشي systematically اغايت ما تفصل ل result ام فش حق اسمها a miracle is gonna happen I'm telling you ver it ver it ver it اي project يدو لك ال pi you have to ver it مفيش miracle is gonna happen the pi وده اهم شيء بس خليني اتشيك ال timing ربما بنحب نفصلهم على محاضرتين يعني اذا كنا تخطينا ساعة اه تخطينا ساعة طيب انا هنقف هنا انفاض الـ 22 اظن فاض الـ الـ 14 سلايد فهنقف هنا ان شاء الله ونقسمها على مرتين لان ديك ساعة وانا احب ان الناس تمل ونتكلم على ال piq لان this is very important topic فهنقف هنا ان شاء الله ونكمل في محاضرة قادمة ان شاء الله نكمل الجزء التاني في الـ phd or students life شكرا وعلقاكم ان شاء الله شكرا شكرا